تتألف من الجبسين وطبقة كرتون من الأعلى وطبقة كرتون من الأسفل تمام السلام عليكم معكم المهندس سامرك الثاني ان شاء الله اليوم سنتعرف على تفاصيل أعمال الجبسين بورد سنتعرف على مقاسات الألواح سنتعرف على بعض القطع ونشوف كيف الآلية اللي منركب فيها كبداية لدينا ألواح الجبسين بورد كما نرى من هنا تتألف من الجبسين وطبقة كرتون من الأعلى وطبقة كرتون من الأسفل تمام؟ كما نرى هناك لون للكرتونة هذا اللون يمثل اللوح الريجولار اللوح العادي نستعمل في المناطق العادية مثلاً مثل الصالونات لأنه سنتعرف على ألواح بألوان ثانية ونشوف كيف يمكن نستعملها الآن ما هي التفاصيل تحت هذا اللوح أو أبعاد تحته عادة الألواح هذه بيأي لها أكثر من مقاس يمكن أن تكون 60x60 ويمكن له الأكثر تداولة أنها تكون 120x40 وبرضو الشركات المصنعة تصنع برضو 120x160 120x180 120x3 متر كل شركة لها خطوط الإنتاج الخاصة فيها وطبعاً عادة حسب شو يكون السحب للدول يكون المقاسات تتورد يعني إحنا لدينا أكثر تداولاً أنه يكون الأبعاد 120x40 بالنسبة للسماكة في عنا إشي بيجي 9.5 ميلي 12.5 ميلي 15 ميلي 18 ميلي الآن نتفرج مثلاً هذا اللوح يكون دائماً مطبوع عليه التفاصيل كاملة فمثلاً بيجي بيقول لك هذا سماكته زي ما إحنا شايفين هنا 12.5 ميلي في متر وعشرين في متر وعشرين في متر وعشرين بيقول لك أنه خاضر للمواصفات الأمريكية بيقول لك كمان متى وقت وتاريخ التصنيع زي ما إحنا شايفين هنا ما أعطيني مثلاً 15-11 2021 صنع في المملكة العربية السعودية تمام؟ فهونا بيكون مكتوب عليه كل هاي التفاصيل عادةً هذا اللوح في الوزن بيكون مرفق بالتكنيكل داتا شيت يعني أغلب الألواح مثلاً مثلاً اللوح بيجي سماكته أو أبعاده متر وعشرين في متر وعربين بسماكة 9.5 ميلي تقريباً الواحد متر مربع بيكون وزنه عبارة حوالين 8 كيلو سنرفق لكم التكنيكل داتا شيت عشان نتخيل أكتر 12.5 ميلي سيكون بين 9 إلى 10 كيلو المتر المربع فسنرفق التكنيكل داتا شيت عشان نربطه بالواقع أكتر تمام؟ هذا هيكاً فيما يخص الألواح كمان الآن غيراً اللوح الريجولر في عنا اللوح المقاوم للحريق فاير رزيستان خلينا نشوفو هون هذا لوح فاير رزيستان طبقة اللون اختلفة هذا بيجي من تعليمات الشركة المصنعة مثلاً بتحمل عادة أكثر من 45 دقيقة كل شركة بتيجي بتقول لك حسب المواصفات المطلوبة بتصنع لك اللي هي الظروف اللي تقاوم فيها تمام؟ أغلبه بيكون بتحمل فوق الساعة من الحريق ولكن حكينا كل شركة هي بتكتب لك التفاصيل تاعتها الآن فيه لوح برضو زي ما احنا شايفينه هنا هذا مقاوم للطوبة عادة نستعمله في المناطق الويت أيريا زي الحمامات والمطابخ برضو هاد زي ما احنا شايفين عليه طبقة كرتون خضرة عشان يقاوم الظروف الجوية حكينا في الويت أيريا عادة بيكون طبعاً من ضمن الشغلات اللي بننتبهي لها برضو انه الواحي الجيبسن بورد فيه اشي بيكون الاجز تاعتها بسموها سكوير فيه اشي بتكون تراب شوية بالضبط شو الفرق بينهم تفرج هنا هنا اذا شايفين اللوح جاي زي هيك بعدين فيه منطقة أوطى من هاي المنطقة بقريب لتنين ميلي لتنين ميلي ونوص اللي هو نسميه الشبر عشان منحطه بين اللوح الاول واللوح الثاني عشان منقاوم الكراكل ممكن يصير في الجوينت تمام فزي ما احنا شايفين هون هذا الجزء بنتفرج هيك بعدين نصارف عند النهاية في اللي هي السماكة قلت تجهيزاً وعشان تساعد في اعمال وضع الشبر الآن برضو رح نتعرف على مسميات القطع المعدنية وطبعاً كلاياته بيكون مرفق بالتكنيكال داتا شيت شو الأبعاد تاعته ضروري جداً على سبيل المثال في عنا الأوميغا بيكون مرفق بالتكنيكال داتا شيت قديش هذا البعد قديش طولها كاملة قديش طول هذا الجزء قديش طول هذا الجزء وين هالأوميغا شايفينها هون كيف راكبة هاي ها راكبة بهذه الطريقة برضو المتيريال اللي لها بتكون ضروري إنها تكون قلفانايز الآن في عنا كمان الزوايا عادة الزوايا ما بيقل أبعاد الضلع الأول والضلع الثاني عن 2.5 ممنوع يقل عن 2.5 ولازم يكون برضو قلفانايز وين منحطوه هو أول مرحلة بأعمال الشغل الجيبسون بورد زي ما احنا شايفينه هون أول إش بيسوي المقاول تاع ألواح الجيبسون بورد عشان يضبط لفل الشبكة زي ما احنا شايفين برضو المقاول بيكون معلم العلام تاع الأوميغا على إيش بيعتمد المسافة تاعت الأوميغا عادة بتكون محدديتها المواصفات الخاصة تمام أغلب من التكنيكال داتا شيت بيجي بيقول لك حطها كل 60 سانتي كل 60 سانتي من اللوح بنحطها عادة بيكون الألواح في مخصص مكان للبراغي وين انك تحطها هون إحنا المسافة محطوطة كل 40 سانتي السبب هيك مطلوب بالمواصفة الخاصة لهذا المشروع تعنا مطلوب 40 سانتي وإحنا قاعدين نلتزم بهاي المواصفة فهيك واضح موضوع الزاوية زي ما احنا شايفين مضروب خيط علام عشان يضبط موضوع المنسوب العامل بيكون أو المقاول بيكون حددوا من استعمال أجهزة المساحة وزع الأوميغا بحسب المواصفات الخاصة وثبت ببرغي الآن فوقه بيجي في عنا اللي هو السي برضو هاي في لها أبعاد ورح نرفق لكم التكنيكال داتا شيد عشان تشوفوها هاي ها لازم برضو تكون مقلبنة لازم تكون مقلبنة وينها زي ما احنا شايفين هذا الاشي بعنصر اللي هون هذا عبارة عن سي أو بيسموه لجسورة هون مثلا بالمواصفة الخاصة مذكور كل 60 سانتي فصار في عنا زاوية أوميغا سي الآن في شي اسمه حمال هذا الحمال شو ماسك؟ ماسك الجسر ومثبت بالعقدة كيف يمثبت بالعقدة؟ زي ما احنا شايفين باستعمال طلق مخصص ومذكور بالمواصفات الخاصة هون مطلوب مثلا نوع هلتي تمام؟ مطلوب الشركة المصنعة تكون هلتي لديه من الأقوة الشركة فوقتها لازم احنا نلتزم بهاي المواصفة الآن لو بنشوف كيف توزيعت وانتقال الشبكة فعليا الزاوية تأسسات الأوميغا انربطت براغي مع ساوية الجسر حمل الأوميغا الجسر حمل الأوميغا والحمال حمل الشبكة اللي هو الجسر اللي قردي حامل الأوميغا واخر اشي كل الحمل زيك انه صار محمول على العقدة السلام عليكم بحسب الاحصائيات تحت اليوتيوب اغلب الناس اللي بشاهدوا الفيديوهات تعوني ما بيكونوا مشتركين بالقناة لذلك منتمنى انكم تشتركوا لانه الفائدة رح تكون الي ولكم بصير المحتوى يطلع اكتر لذلك هاي هنا قناتي على اليوتيوب الانستجرام هاي التيك توك والفيسبوك الان بيجي عملية تركيب الألواح لما نيجي نركب الألواح ضروري ننتبه على انه لازم اللوح مع اللوح المجاور لإله راكب بطريقة التشريك منحاول انه اللوح لما يكون مع الصف والجنبه الحل مش ماشي مع بعض لازم انشرك اي اشي منشرك عشان في حال صاري كراك الكراك ما يضل مات طبعا ضروري قبل البداء بأعمال جيبسن بورد اعمال التكييف المركزي ان وجد وتمديداته زي ايش تمديداته زي ما احنا شايفين هون في خط درين دايما اي جهاز فيه درين فلازم امور الميكانيك خالصة كاملة شايفين المسورة هاي وراكب التكييف والعزل تاعه كمان النقطة الثانية لازم نتأكد انه امور الكهربا برضو هاي ها هون الموسير السودع هاي مع تسحيبة الكوابل كل ياتها جازة كمان خطوط الانحاس زي ما احنا شايفين كل ياتها مددة والمفروض كمان تكون مشبكة هون تثبيت خيط العلام زي ما احنا شايفين هاد الخيط عليه صبغة نشوف هاسا كيف بضوط المنسوب نتفرج هون الان بعلم الصبغة بالمنسوب المطلوب رح نترككم مع فيديو لهاي اللقطات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة